ويلاقي ناس كانت موافقاة على أخطاؤه يقول ده الناس دي الأعدائي مش أصدقاء عشان كده احنا عندنا فيه أعداء خفيين والظاهرين الأعداء الخفيين اللي هو بيوفقك على خطيئتك بمناسبة ان احنا مبارح في المجمع المقدس بتاع كنسيتنا العظيمة دي أباء المجمع بالإجماع كنا 110 أسكف ومطران برأسة الباب كلنا صوتنا على أن مش موافقين على أن الكنيسة الكاسوليكية توافق على الشزوز الجنسي ده إيه الجنان ده لما يكون الكنيسة بتوافق سيبنا إيه بقى الأهل العالم الكنيسة هي ضمير المجتمع هي نور الإنجيل هي اللي تقول لأ كده غلط فنوافق ووقفنا الحوار معاهم لحين ما يعدلوا موقفهم لازم الكنيسة تبقى هي مسكة ليه بقى؟ لما قلوا أنت أكيت على بركك معناها موافق حتى لو جواه ضميره ابتدى يصحى يقول لنا ماشي في سكة غلط يقول ما الكنيسة موافقة يعني لو صوت الضمير ابتدى يصحى هينيمه بأن الكنيسة بركتني لكن لما أقول له لأ ده غلط هيزعل منه ويقول أنتم متعصبين ومتشددين ومتخلفين ومش فاهمين والعلم بيقول والدراسة بتقول والإنجيل ده متخلف وإحنا مش عايزينكم فهيجي حد يقول أديكم فقدتوهم إلى الأبد كان ممكن يبقى فيه فرصة للتوبة الفرصة للتوبة تأتي عندما أعلن إن هذا خطأ وخطية ومرض يبتدي فوق لنفسه يرجع لو رجع هنقوله لا أحنا بنكرهك وبنقرف منك أهلا وسهلا الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندام أما حزن العالم فينشئ موتا فإحنا ما نوفقش على الخطية بقى واحد يوافع على الشذوذ الجنسي وتغيير الجنس وما يوفق على خطية زي السرقة ولا كمان نوفق عليها يعني الشذوذ الجنسي هو مرض نفس أو انحراف نفس رأيكم إن في مرض نفسي اسمه السرقة يعني ممكن يكون ولد في سن عدادي ولا ابتدائي وبيتهم حاله متيسر وبياخد مصروف كويس وفيش حاجة بيطلبها ما ياخدهاش ومع زيك بيسرق مرض نفسي هل نقول اتزقكين ما جارش حاجة ده غالغ غزبا عنه ولا بنوقفه ويتعالج لأنه بيدر الناس المعيار مش هو مزاج الناس او العقلانية المعيار هو الله المعيار هو الانجيل لما الانجيل يقول دي خطية تبقى خطية لكن لما الناس تقول لا ده حاجة عادي نمشي ورا الناس ولا ورا الانجيل لابد ان يكون الانجيل هو النور اللي بينور طريق الناس اللي هيرجع هيفرح اللي هيرجع هيفرح واللي هيعتبر ان احنا متخلفين هو يجلب على نفسه حياة مليانة بالهموم وتنتهي بالهموم فابدية عيونه